ساعات قليلة فقط لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية والتي ستكون لها تأثيرات لا تقتصر على استقرار المنطقة فحسب بل أيضا على مستقبل الهجرة إلى أوروبا واللاجئين الموجودين على الأراضي التركية وجهات نظر المرشحين تختلف بشأن خطة إعادة اللاجئين فقد أدل منافس أردوغان كمال كيلي جدار أغلو بتصريحات عنصرية ومباشرة حيث تعاهد بإعادة جميع اللاجئين عند توليه السلطة أما أردوغان فقد قال إنه سيقوم ببناء مجمعات سكنية في سوريا لاستيعاب مليون لاجئ من تركيا في تقرير سابق لصحيفة The Times البريطانية أشار الصحفي بويز إلى أن اللاجئين السوريين لا يرغبون في العودة بعد تدمير منازلهم وتهديد حياتهم على يد الأسد وميليشياته مشيرا إلى أنهم في حال عودتهم ستستقبلهم تلك الميليشيا عند الحدود وسيتم اعتقالهم واستدعاءهم للانضمام إلى صفوفها الصحفي أشار أيضا إلى أن سوريا أصبحت دولة مدمرة قد سيطرت عليها المخدرات ولا يرغب الآباء اللاجئون في أن يروا أطفالهم يعودون إلى هذا الوضع وأضاف أن الجلادين الذين ارتكبوا جرائمهم ضد الأبرياء لا يزالون حريصين على البقاء في مناصبهم أو حتى ترقيتهم التقرير أوضح أن البيروقراطية المعوقة والفاسدة لا تزال تمارس سياساتها القاسية حتى لو قدم الأسد ضمانات بالسلامة للعائدين فلا يمكننا أن نعرف ما إذا كان سيفي بوعوده أم لا بويز تناول في تقريره أيضا معاناة السورين في تركيا واستستخدام قضية اللاجئين كورقة انتخابية يتنافس عليها المرشحون لجذب انتباه الناخبين ويعيش في تركيا حاليا ما يقرب من ثلاثة ملايين وستمائة ألف لاجئ سوري كما انتقدت تقرير عودة الدكتاتور بشار أسد إلى الجامعة العربية وحملة ترحيل اللاجئين التي تزامنت مع انعقاد الاجتماع حيث أشار إلى أن عودة بشار أسد تعني فيقدان الذاكرة من قبل العالم العربي حيث لم يعد هناك حديث عن أكثر من نصف مليون قتيل خلال حكم تلك الميليشيا وتعذيب آلف الأشخاص وتشريد الملايين الذين تحاول الدول إعادتهم بالقوة إلى بلده من الأصلي ووفقا لأحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي شملت ألفين وتسعمائة شخص فإن أكثر من تسعين بالمائة من اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق ومصر يرفضون العودة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بسبب قلقهم من انعدام الأمن والسلامة وخشية الاعتقال والتعذيب أو التجنيد القسري في صفوف ميليشيا أسد في حين يتخبط اللاجئون في تركيا منتظرين مصيرهم المجهول خلال الساعات القليلة القادمة